عاجل سيناريو تأديب اثيوبيا سامح شكري وفجر مفاجأة وعاجل المعلومات عن زيارة الرئيس السيسي المتوقع لقطر ننشر لحضركم التفاصيل المهمة والدول العربية تجري اتصالاتا بمجلس الامن قبله ضرب سد النهضة وعاجل اول تعليق من دار الافتاء على قرارة السعودية بشأن الحج هذا العام صلى على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل الفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ فيه تفاصيل اول خبر معنا وعاجل سيناريو تأديب اثيوبيا سامح شكري يفجر مفاجأة كشف سامح شكري وزير الخارجية عن موقف مصر من التعند في ملف سد النهضة اكد ان مصر والسودان سوف تواجه بكل حزم هذا التعند في الاطار السياسي بكل الاجراءات لحماية حقوقنا المائية طبعا وزير الخارجية المصري ليس مسؤولا في جيش المصري عشان يقولك احنا ناخد الاطار في حاجة غير سياسية فالوزير سامح شكري بيقولك ان احنا هنواجه التعند ده في الاطار السياسي بكل الاجراءات لحماية حقوقنا المائية قال ان الشعب المصري له الحق في الاهتمام بملف سد النهضة اضاف الحكومة تتعامل بشفافية تامة في هذا الملف ونطلع الشعب المصري على كل خطوة اضاف شكري في حوار مع برنامج على مسؤوليتي على قناة صد البلد هناك متابعة للنواحي الفنية والرصد لمستويات البناء في سد النهضة وتقييم دقيق لها مع الاشقاء في السودان وتابع وقال اقدام الجانب الاثيوبي بعد تعنوته على اتخاذ اجراء احادي بارادة منفردة دون توصل الاتفاق حول الملء الثاني امر مخالف لاتفاق المبادئ وقوانين والاعراف الدولية المصدر معانا كامل صحيفة الموجز احب اقول لحضراتكم تاني يعني تنبيه صغير ان وزير الدكتور سامح شكري ليس مسؤولا في اي جهة اخرى عشان يقولك ان احنا نواجه هذا التعنط في اطار اخر غير السياسة فاحنا لازم نفهم حاجة زي دي كويسة جدا لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يجيلكم كل جديد ويلا ندخل على الخبر التالي ننتقل لخبر اخر معانا وعاجل معلومات عن زيارة السيسي المتوقعة لقطر ننشر لكم تفاصيل هامة الدكتور سامح شكري وزير الخارجية المصري قال ان مصر تسير بشكل ايجابي نحو ازالة الاثار المترتبة على المقاطعة بين الدوحة ومصر في حديث مع قناة صدى البلد اكد الدكتور سامح شكري ان دعوة قتل الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة مقدرة لافتن الى انه سيكون هناك تناول في الاطار الدبلوماسي للتوقيت المناسب لها ولأي زيارة اخرى واضاف انه يتم العمل على خلق ظروف مستقبلية مع قطر من خلال تعزيز العلاقات وتقويتها مع مراعاة مصلحة الامن القومي المصري اكد الوزير ان مصر لديها مؤسسات قوية ترصد وتتخذ الاجراءات اللازمة لحماية مصالحها موضحا ان كل الملفات التي تتعلق بامن مصر واستقرارها ومنها ملف الاخوان يتم تناولها وتقييم مدى استجابة قطر لمطالب مصر بشأنها المصدر معنا كامل صحيفة صد البلد اترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل لخبر اخر معنا والدول العربية تجري اتصالاتا بمجلس الامن قبل تعامل مع سد النهضة قال حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ان اللجنة المشكلة من الاردن والسعودية والمغرب والعراق في الجامعة تجري اتصالاتا في نيويورك لدعم مصر والسودان بملف سد النهضة وقال زكي في تصريح لقناة اون المصرية ان الحصول على الدعم في الازمات المماثلة لسد النهضة الاثيوبي مقدر وهام سواء من الدول العربية او دول اخرى ترتبط بعلاقات طيبة مع مصر والسودان واشار الى ان اثيوبيا ماضية في تعنتها ولا تعتد بتلك الامور واضف ان الموقف العربي او الامريكي او الاوروبي لا يفرق مع الجانب الاثيوبي لانه يمتلك الجغرافيا ولديه على الارض امكانية لاقامة واقع جديد ببناء سد النهضة من الناحية العملية اكد ان الامر لا يعيب الموقف المصري والسوداني بالحصول على دعم من مختلف الاطراف الدولية قائلا ان اكتمال الدعم وذهابه في اتجاه دول افريقية مؤثرة يضع الموقف الاثيوبي في عزلة ويدفع الطرف الاثيوبي لمراجعة حساباتي شدد على اهمية توظيف هذا الدعم سياسيا لخدمة الموقفين المصري والسوداني مشيرا الى ان اللجنة المشكلة من دول الارضن والسعودية والمغرب والعراق تم تكلفها ببعض الاتصالات في نيويورك على مستوى الجامعة العربية اوضح ان الامر انتهى الى قيادة مبثل الجامعة العربية ومراقبها هناك الجهد بتكليف من المجموعة العربية لفت الى ان اجراء اتصالات مع مجلس الامن ورئيسه والاعضاء هدفها توفير الدعم السياسي المصر والسودان وتابع بعض الاعضاء الدائمين بمجلس الامن لديهم تحفظات على ملف سد النهضة ليس لشيء ضد مصر او السودان او لصالح اثيوبيا ولكن لانهم دول منبع وحريصون على عدم المساس بما يعتبرونه حقوقا لتلك الدول محذرا بالان الامر يعقد اي توجه لمجلس الامن في هذا الخصوص ولفت الى عقد مشاورات لمندوبيل عرب غدا في مقر الامانة العامة لجامعة الدولة العربية متوقعا صدور قرارا مماثل لقرارات سابقة يؤكد الدعم العربي لموقف دولتي المصب واعادة النص على المواقف المصرية السودانية من القضية المصدر معانا كان من ارتي اترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتهي لخبر اخر معانا وعاجل اول تعليق من دار الافتاء على قرار السعودية بشأن الحج اشهد شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الامانة العامة الدور وهيئات الافتاء في العالم بقرار المملكة العربية السعودية تنظيم فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في اداء مناسك الحج للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط باجمال ستين الف حاج وذلك في ظل ما يشهده العالم اجمع من استمرار تطورات الوباء وظهور تحورات جديدة له حسب ما افادت الهيئة الوطنية للإعلام وقال علام في بيان قرار سلطات المملكة العربية السعودية قرار حكيم يراعي عدم تعطيل فريضة الحج والحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام باعتبار ان حفظ النفس من اهم مقاصد الشريعة الاسلامية وهو ما يعكس واعي وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان واشاد مفتي مصر بجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن الذين يذهبون الى الاراضي المقدسة لاداء مناسك الحج مشيلا الى ان سلطات المملكة لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن وقال مفتي مصر نؤيد وندعم بكل قوة مواقف المملكة وحقصها الشديد على امن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من اجراءات لضمان تحقيق ذلك وسعيها الدؤوب للحفاظ على ارواح الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن مشيلا الى ان قرار سلطات المملكة العربية السعودية اقامة الحج باعداد محدودة يأتي استنادا لقاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مصدر معانا كم من الموجز واترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ربنا رزقنا ورزقكم ان شاء الله حج بيت الله الحرام وجينا لنهاية نشرة الاخبار كان معكم اسلام الامير من قناتكم واصفحتكم مصر ميديا اي ابي على الفيسبوك وعلي تيوب بنفس الاسم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته